طبيعتني معيك وانت بتكتيبي على الصفحة عندك قطرات تعب بابا كويس؟ مين بقى كل التنطات اللي هو اتجاوزهم عايشين في معادة راحلة زيزي البدران هم بقى كانوا معيكي في تعبوا؟ لا ما كانوش معايا في تعبوا بس الحقيقة الناس مثلا وهي دخلة العزة يعني كانوا بيعزوا ناس كتيرا التنطات كلهم جميل ما كانش فيه مفاجآت ناس ما تعرفتهم؟ عشت مع كم تنت يا وفاق؟ كلهم عشت معهم كلهم؟ انا كل التنطات عشت معايا انا بحبهم كلهم اكتر تنت بتحبييها زيزي البدران زيزي البدران اه كان بيحيت بقى واضح لانه رجالها مرتين دي لما تطلقوا هما اللي اتنين قادوا خمستاشر يوم مش قايلني ان هما متطلقين يعني حتى لما راحت بيتها كنت روح زي التلامزة تلبس دبلتها قبل ما تخلها تبقوا ليه تطلقوا في الاول؟ لان هو اعتقد بعد الناس بعد ما بتجبر وبتعيش مراحل وبتتكون صعب قوي انك ترجع يتطبعيهم تاني فهم لما تقابلوا تاني مرة كان كل واحد بطبع مختلف تماما على فكرة كل الناس كده لو رجعوا اللي بيحبوا بعض زمان اي لقوا نفسهم مختلفين خالص ما هو ده اللي حصل لهم بقى هو لقى واحدة تانية خالص وهي لقيت واحد تاني خالص وهي لقيت واحد تاني خالص اصعب حاجة في الدنيا انك تبقى يقوم الولدين ليه بتفكرين؟ لان انا جاي انا عشان انسى معكم وانتي بطبيعتك شخصية زريفة ودمك خفيفة بتتعاملي ازاي مع ولدين بيسحولك الصبح تكشير اكلينه يا ماما شرابينه اعملين نفطة يعني مفيش محد بيساعدك في البيت بطلت بقى خلاص الحاجات دي لانك انتي اصلا ما بتعجبيش اه يعني انا دلوقتي اول ما يقول لي مش هتعمليلي شاي بلبا اقول له لا مش هعمل يقول لي انتي ام انتي اقول له روح كرفور في عرض هتلاقي واحدة كويسة ومعها ام تاني زي الفور يدود مولادك لا ده طارق ابني الاولاني ده حشام اخويا انا واحد اللي باللسان باللسان ده حشام ده حشام ده شاعر كان تلميذي كمان بيغني ده شاعر ومطر ده خوتي موحب بيعتبروكي وانا انا الورا والسالفي اللي في الوش ده طارق ده ابنك اه طارق والاكبر ولا نور والاكبر ونور بقى ده ايه نور كام سنة ايه نور تانية سنة ده مين ده ماما وطارق يوم التخرج يوم تخرجه دي حفلة التخرج بتاعتي ولادك شكلهم يعني بيعتمدوا على نفسهم ولا برضو ماما بيعتمدوا على نفسهم لا بصي عشان مظلمش عشان نور بيزعل قوي من الحاجات دي لا نور صغير اه شخص يعني لطيف مين فيه بيقيت طب طب عليك نور يقولك مالك يا ماما اه او يقعدوا كان واحد صغير بيعمل حاجة غريبة جدا كان دايما كل يعني يفضل يعمل الحكاية دي لغاية ما بقى عنده تقريبا عشر سنين كان لازم بالليل يقوم من سريره نهيكي ان الحاجات دي جابت لا احيانا تفتح عينك تلاقي واش فهتموت هتموت بس واخدي الطابة الحنية ده من كنت لا يتلين حنينين طب وبيحبوا اكل بقى بتطبخي لهم وكده كنت بعمل كده كنت بعمل كده كنت بعمل كده كنت بعمل كده لقيت الاكل بتعمله وما بيتتكلش فدلوقتي بقيت لما ادخل المطبخ اطبخ الاكلة هو اللي عايز يأكل يتفضل كله مش عايز يأكل والله احلى احلى صيغة كما احلى شكرا